جميعا وأهلا وسهلا من لا يعرف المركز العربي الأميركي للثقافة والفنون نقول هو مهر عطاء دافق ونبع لا ينضب ومجرى حياة يكبر ويكبر ويستمر المركز يكبر بكم صديقات وأصدقاء مثقفين ومفكرين نشكر حضوركم كنخبة ومشاركتكم كقدوة يفتح المركز قلبه والذراعين لكل مساهماتكم وإنتاجكم الفكري والأدبي ضمن ما تسمح به سياسة المركز العامة في محاربة التعصب بشتى أشكاله وألوانه نحو الارتقاء بالقيم والأهداف إلى حدود الإنسانية برنامجنا اليوم عبارة عن يعني شو سميتها استاذ حيدر عرض عرض لأنه حطينا استاذ حيدر بزنزانة العشرين دقيقة قالت شو بدي أحكياني إذا بدوه المحاضرة معناته حكاية طويلة فنحن سميناها عرض للتخفيف حول التعليم الأمريكي في نظام التعليمي نقول إذا هناك عرض هناك خمس مساهمات شعرية لباقة جميلة من صبايانا وفعل السندكو والشاب الحلو بين أنتما أصبح لنفسي ليأقول وأنا جندي في نظام التعليم والتعليم أن أقول أن نظام التعليم في أية دولة هو صورة عن هذه الدولة وانعكاس لسياستها في مجالات التخطيط ورسم المستقبل انطلاقا من الواقع وضمن جدلية العلاقة بين عدد الخريجين واختصاصاتهم وسوق العمل وقبل أن نغوص مع الأستاذ حيدر مازن في النظام التعليمي في أمريكا استقفتني محطة صغيرة عن واقع التعليم في الوطن العربي وذلك عبر تقرير لمجلس العموم البريطاني عن لسان أو من قبل السفيرة جين ماريوت والمفارقات المدهشة في الخريجين من المرحلة الثانوية هذا عن الواقع العربي للتعليم بتقول بقول التقرير الأذكياء من الطلاب الخريجين في التعليم الثانوي يذهبون إلى كليات الطب والهندسة وهؤلاء هم الأذكياء الدرجة الثانية من الذكاء يذهبون إلى كليات إدارة الأعمال والاقتصاد ويصبحون مدراء على الفئة الأولى الدرجة الثالثة يذهبون للسياسة والأحزاب ليصبحوا ساسة البلاد ورعاعتها هؤلاء الإخوة بيسيطروا على الفئتين الأولى والثاني الأولى والثاني أما الفاشلون وعف من التعبير وأنا ناقل الكفر ليس بكافر أما الفاشلون الذين لم يذهبوا إلى المدرسة فيذهبون إلى سلك العسكر من الشرطة والجيش ويتحكمون بكل شرائح المجتمع والفئة هل هذا؟ هل هذا؟ هذا واقعنا أما عن الأستاذ حيدر مازن فهو أكاديمي تربوي مترجم وصحفي يحمل شهادة ماجستير في التربية وإجازة تدريس للغة الإنجليزية وأدابها من جامعة تاكساس في أرلينغتون وموضوعه اليوم هو عرض لواقع النظام التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية أعانو الله علينا ونشوف شو بد يعطينا بها العشر الدقيقة المنبر لك أستاذ حيدر حضر